مشاهدين أهلا بكم مجددا من دبي ضيفي لليوم وأحد الوجوه الصاعدة بقوة في عالم التمثيل لما في البداية بأدوار الكوميديا قبل أن يثبت أن مساحة موهبته أوسع من هالأمر بالأدوار الإنسانية والتراجدية يلي لعبها مؤخرا من أشهر ما قدم قهوة سادة ألف مبروك تيتا رهيبة مصلحة وأخيرا شفناه بطرف ثالث وشربات لوز يلي تم عرضه برمضان الماضي عم بحكي مشاهدين عن موثل المصري الشاب محمد فراج أهلا وسهلا فيك محمد أهلا وسهلا بحضرتك أنا وعم حضرت للحلقة ريت أنه قلت أنت بأحد دقاءاتك صحفية أنه مسألة طرف ثالث بنص عين بعين واحدة نص المشاهد نص مشاهدي كتبعين واحدة أنا قلت اليوم الله يسطر هيك بعينتين وما بيك شي لا تمام الحمد لله ركبت واحدة جديدة حلو كتير حمد للعسل مسلسل جديد لرمضان القادم تم تحضيره إن شاء الله تحضروا له مع الكاتب وحيد مع أستاذ وحيد حامد إخراج تامير محسن وبتقول أنه في مفاجآت كتير كبيرة ده حقيقي فعلا إن شاء الله من أين نحن دورك المفاجآة ولا المسلسل كله اللي اتنين يعني إذا كان لو أنا بتكلم على محمد فراج نفسه في الدور اللي بيلعبه لا دور مختلف تماما وبعيد عن كل اللي أنا عملته قبل كده وده على قد ما هو بسطني جدا جدا على قد ما هو رعبني قوي طيب محمد أنا والمشاهدين نحفظ الأسرار فخبرنا هيك دورك ما منقولش لحد خبرنا هيك شوية طيب ما بتحفظه الأسرار ربما أنا مش هتكلم بقى أقول حاجة خالصة طيب حيكون كوميدي ولا تراش دي لا المسلسل هو مسلسل مهم جدا في الفترة اللي احنا بنعاش هداية هو ملوش علقة بالجامعة خالص علشان أستاذ وحيد حامد ولكن المسلسل فيه فيه نقاش كبير قوي على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية عن الأوضاع اللي عم بتصير بمصر حاليا طيب لا رمضان مش حاليا المسلسل مش حاليا أنا عايزة أخذ هيك شي منك لا أخي بعض ما نصور بقى إن شاء الله كمان في فيلم سينمائي عرفت منك تحت الهوى إن شاء الله بإذن الله تحت الهوى يعني قبل المقابل أه قبل الهوى أنا افتكرت تحت الهوى ده إسموه لا إن شاء الله بإذن الله فيه بروجيكت سينمائي مضيت الكونترا ريت السيناريو آآ أنا قريته بس لسا ما مضيتش بس إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن داخله آآ هو أخرج طرق العريان سويس طرق العريان آآ فيلم حلو قوي قوي وغريب جدا آآ على برضو على المستوى يعني الدور اللي أنا بلعبه فيه آآ بعمل فيه حاجة برضو أنا ما عملتاش قبل كده يا رب يعني يا رب إن شاء الله يعني وفقني فيها هايكون كوميدي؟ لا مش كوميدي لا مش كوميدي طب عرفناك يعني آخرت شهرة محمد ببدايتك بالأدوار الكوميدي اليوم نشوفك عم تتجه بشكل قوي على التراجيديا والأدوار الإنسانية والله مش بتجه بس هي الفكرة في إنه الدور بينادي على صاحبه و أنا بشوف إنه وجهة نظري أنا المحدودة إنه آآ الممثل الشاطر ما بقولش على نفسي كده بس أنا بأخد ده جايت ما عرفش بقى أنا ناس شايفيني شاطر ولا مش شاطر بس أنا بشوف إنه الممثل يعرف يعمل أي حاجة المفروض إنه هو يعرف يعمل أي حاجة آآ زي الدكتور الشاطر زي الميكانيكي الشاطر زي أي حد بيشتغل في مهنته وهو شاطر فيه يعرف يشتغل السامكاري الشاطر اللي بيعرف في صراحة العربية البي ام ويعرف في صراحة العربية الـ 28 ويعرف في صراحة التهمة قصدي فالممثل إنه المفروض الممثل إنه يتعرض لما تتعرض عليه أدوار مختلفة المفروض إنه هو بيحب شغلته وبيحب اللي هو بيعمله فيها هو ممثل بالنهية شو ما كان تراجيدي أو قوم دي فكرة الضحك بقى ومش الضحك دي دي عنده جمهور بقى هو اللي يستقبلها هو متقبل وبدأ ومش متقبل طيب اليوم أنا بدي يكون هيك شوي ما بدي يقول شريرة ولكن هيك لا خليك شريرة بس اليوم إذا قلنا لك محمد أوكي أنت نعرفت بالأدوار الكوميدي وشفناك بالتراجيديا وكمان نجحت اليوم إذا أنت بدك تصنف بعرف كثير فنانين ضد التصنيف بلاشت بشريرة اليوم بدنا نصنفك فنان كوميدي أو فنان تراجيدي أنت وين بتحبتي وين ملعبك بتحسه أقوى يعني وين أنت نفسيا بتكون مرتاح أكتر مش هقولك أنا وأنا أقوى في أنا حت لأنه برضو مش أنا اللي أقول ده المتفرج أو الجمهور هو اللي أقول ده نفسيا أنت أنت عم تلعب الدور أنا كوميديا وحشاني جدا بقى ليه كتير فترة شوية ما لعبتش كوميديا اللي أنا عايز ألعبها اللي أنا نفسي عاملها فهي وحشاني قوي دلوقتي الفترة دي وأنا شايف كمان أنه أنا المفروض أخش شوية يعني أحط رجلي في الحتة دي بالوقتي برضو ليه شو السبب؟ علشان أنا بحب جدا الكوميديا بحبها جدا والضحكة ده هو أصله أسرع طريقة وأسرع حاجة توصل لقلب المتفرج هون سؤال المنافس بالرغم أنها أسعب نوع الدراما كمان برضو نعم فدي حاجة كويسة اليوم نشوف فيه كتير مثليين نجحين ونمبر وان بالأدوار تراجدية إن كان سينما ولا تلفزيون ولكن العدد أقل بالكوميديا يعني بينعدوا يمكن على الأصابع وما بيلحقوا العشرة بلك اليوم هيدا الشي بتاخدوا بعين الاعتبار إنه ممكن أنا بالساحة الكوميديا يكون عندي فرصة أكتر إن إبداعوا وكون متميز لا أنا ما ببصلها شكدا أنا ببصلها من وجهة نظر إنه إن شاء الله لو فيه 800 كوميديا في الساحة بس لما فراجي دحك يبقى له طعم معين الناس بتحبه ده اللي يهمني هرج ومرج هرج ومرج آه أوكي هرج ومرج باللبناني آخر أعمالك السينمائية استعجلت البطولة يعني عمل سينمائي من بطولتك أنت وقايت إن أكيد بوجهة لتحية بسرعة ثلاث سنين إلك بالسينما من ألفين و سبعة ألفين و سبعة ألفين و سبعة بكير على الأدوار البطولية السينمائية بصي هقولك على حاجة عم يحسدوك يعني مش عارف أقولك إيه أنت بتزنويني أولي لا أنا قصد أقولك أنه يعني هو الفكرة في أنه أنت الدور الكويس زي ما قلت من شوية بينادي على صاحبه أنا بدور اتعرض علي وقارت الورق وعجبني جدا وشفت إن أنا ممكن أعمله دلوقتي ما خفتش لأنه لو هخاف مش هعمل بالذات في الفترة اللي احنا فيها دي الجرأة أصلها برضو في بعض الأقوات بتبقى مهمة جدا للممثل إنه يقبل الدور أو ما يقبلوش بلاس إنه الفيلم حلو جدا جدا والبطولة السينمائية كمان محمد مسؤولية كبيرة مدد من كل سلوح دي برضو كمان أه ما بالزبط مسؤولية كتير كبيرة كانت معايا آيتين كانت معايا رامزي لينر كانت معايا أستاذ طابري عبد المنعم طبعا هيني متلناوي تحيل الجميع طبعا كرول الممثلين والإنتاج والإخراج ندين خيان المخرجة أستاذ محمد الناصر المؤلف دينا فاروق المنتيرة والمنتجة والفيلم أصلا كمان ظروفه رغم أنها قد قاسية جدا جدا في التصوير بس الحمد لله الحمد لله ربنا أكرمنا بنتيجة حلوة جدا ما نحكي عنها جائزة جائزة لجنة تحكيم بمهرجان دبي سينماية بمهرجان دبي سينماية كان لسه من فترة صغيرة جدا في مهرجان دبي سينماية وخد جائزة لجنة التحكيم الخاصة أحسن في المروائي ودي كانت حاجة عايزة أقولك يعني كلنا كلنا كل كرو ما كانش متمنها قد مكان يعني لو كل واحد فينا خد جائزة كممثل أو كمخرج أو كمؤلف أو أو أكيد كلنا هنبقى مبسطين لبعض بس الجائزة دي أصلها سباشل شوية فاهمة فده اللي خلينا نحس بمتعة اللي احنا عملناها مش اللي بخليها سباشل مش اللي بخليها مميز وخاصة لأنه لجنة التحكيم بالضبط جائزة لجنة التحكيم الخاصة اللجنة كلها مجمعة على الفيلم سينمايا فدي حاجة كويسة لنا كلنا مش مهم بقى مين ياخد جائزة أنتوا عندما قررتوا تجوا وتشاركوا بهالفيلم كان فيه ببالكن أنه الفيلم رح ياخد جائزة؟ خالص أنا أصلا وأنا بصور الفيلم عرفش أن هو هيتعرض سمارجاندو باي سينمايا طب اليوم إمتى رح نشوف الفيلم بالأسوط؟ المفروض إن شاء الله أنه هو ينزل المفروض أنه هو ينزل ريب المفروض إن شاء الله هو كان المفروض ينزل أصلا من فترة بس علشان نزره في البلد وستيزو نفسه كان فيه أفلام لسوبرستار تتقيلة قوي برضو زي حلمي زي عز زي ساقة وهكذا فبرضو أنت بتتكلم في فيلم في محمد فراج وقاية نعمر ورامزي لينر مع احترامي قصدي مش قصدي إنه يعني حعقب أنا على هذا الموضوع ولكن رح يدخل غير مهرجانات هيدا الفيلم هو المفروض إن هو الاحتمال الكبير يتطلب في مهرجانات تانية بلس إنه كمان الفيلم أول مرة يتعرض يظهر للنور كان في مهرجان دو باي سينمايا ما ظهرش قبل كده فما ينفعش يبقى بيتعرض أزا كومارشال فيلم يعني بيتعرض في السوق ويبط مهرجان تاني أنت مع أنه الفيلم يشارك اليوم بمهرجانات تانية أو ينزل اليوم على السوق يعني ينزل اليوم بدور السينما لشو متحمس أكتر لا ينزل السوق ينزل السوق ينزل السوق لأنه أنا حابب رد فعل الناس الشارع الجمهور هو ده اللي يهمني أكتر اي بعد جائزة لجنة تحكيم الخاصة يعني اليوم ذكرت أنت موضوع أنه الفيلم ما نزل لأنه كان فيه أسماء كبيرة سينمايا نازلة يعني ده سبب الأسباب اليوم فيلم آيتن ورمزي وفراغ فراغ محمد فراغ أخذ جائزة اليوم فعم تسبته أنتو للمنتجين حتى وللفنانين أنه الفيلم ما بقى بيرتكز على النجم مش بيك تذاكر طبعا لا مش دل من القياس الأساسي الورق الورق هو يعني مثلا أنا أقولك الحاجة زي أوقات فراغ مثلا أوقات فراغ لما تعرض الناس الذين كانوا يتمثلوا فيه أبطاله ما كانش حد يعرفهم قوي زي باقية الأفلام اللي كان بتتعرض معهم في نفس السيزون ولكن يعني كان بتعرض جنبيو عمارة عقبيان في نفس السيزون شوفي عمارة عقبيان في مين وأوقات فراغ في مين كأسامي ولكن برغم من كده أوقات فراغ كسر الدنيا برضه فهو الفيلم أنت بتتفرج على فيلم حلو أنت هتقدري فيلم حلو مش مهم ده بين مش مهم ده سوبرستار ولا وجه جديد هذا الموضوع بدأ بالتليفزيون بالدراما التليفزيونية الرمضانية مع المواطن أكس وأيضا شفنا طرف تالت والعديد من المسلسل كانت تعتمد على مجموعة الشباب الجداد اليوم هيدا شي انتقل للسينما مع فيلم كون يمكن البداية هتكون إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون السينما تبطل حكر على أسماء معينة وشو يصير يمكن المشاهد يروح بس ليشوف القصة هي الفكرة مش احنا مش بنحارب النجوم هما دول طبعا أساد زيتنا وأعلام كلها احنا كلنا نتمنى نشتغل جنبيهم أصلا بس أنا بتكلم في فكرة انه انت ممثل يعني مش كل الحواديد اللي بنشوفها وبنسمع عنها في الشارع بتبقى أبطالها ناس مهمي يعني ناس كبار ناس أسامي لا أنت ممكن تعمل عيل صغير يبقى بطل فيلم حلو فهم أصلي بدي أرجع لرمضان الماضي ياسين وأحمد شخصيتين مختلفتين لعبتم بشهر رمضان شاربات لوز وأيضا طرف ثالث اتنينتهم كانوا مسلسلات ناشحين وده أدوارك علمت أنت لقلك لقلبك شو الأقرب كان؟ أمام أصلا هتقول لي هلا أنه تنينتهم هتقول لي دبلوماسي ومعرفش فعلا أنا والله بجد فعلا أنا بحب الاتنين دول جدا لأن سؤالت سألتوا كتير عشان هما كانوا تنازل عن شخصية من الشخصيتين هتنازل عن فراك هاخد ياسين واحد أيوه أسكن منك أوه أيوه قويه منك بدك نبدأ بياسين ولا بأحمد أنت عايزة تبدأ بإيه؟ أحمد ماشي يلا أحمد بطرف ثالث قيل أنه شخصية أحمد هي شخصية أحمد حرارة اللي فقد عينه بثورة 25 يناير ده تقال بس ده مش حقيقي لأنه مش مش أحمد حرارة بس هو اللي عينه راحت في الثورة أيام الثورة هو كان نموذج من نموذج كتير قوي الناس عينها راحت وتقود يعني اتضربت وعينها راحت سواء واحدة أو اتنين بس هو الفكرة علشان ظروف الموقف نفسه اللي حصلت خلت عليه سبوت يمكن القسم كمان أحمد بأحمد دي يعني مش هتفرق مش هتفرق بس زي ما تقال برضو في المواطن أكس إنه دي قصة خالد سعيد لا دي مش قصة خالد سعيد هو في ناس كتير هو خالد سعيد بس هو اللي مات من تعذيب الشرطة دي لا ده كان نماذج كتير هو النموذج بس هي فكرة إنه أنت بتقدم نموذج بتعمل حوالي دراما لكن دي مش قصة أحمد حرارة ولا أحمد حرارة ميكانيكي ولا بيشتغل في برشة مثلا ولا هو أل ترس لا طيب شربات لوز وياسين هالشخصية اللي لعبت بيه هالمسلسل بتقول إنه يسرى هي أجدع وأحان فنانة أنا قلت كده فعلا يسرى من أجمل وأجدع وأحان السوبرستارز اللي انت ممكن توقف جنبيهم كممثل وأنا حسيت ده وقصدي فعلا التلت معيني دول لأنه هي بني أدمى أنا أول مرة أشتغل قدامها حسيت فعلا بأن هي جدعة جدا كبني أدمى غير إن هي كسوبرستار أصلا حينينا قوي في شغلها ومع الممثل وبتحببك فيها يعني أنت مفروض إن أنت بتبقي شغل وقف جنبي يسرى فراهب الموقف جدا خالص ما فيش الكلام ده بتحاول تنتص كل الصعوبات اللي بتقابلك بينك وبينها ومن أحلى طبعا الشخصيات اللي انت ممكن شوية في حياتك محمد عندي دقيقة بدل وجع الفني اليوم اللي عند محمد فراج بمصر شو هو؟ الوجع الفني؟ المسرح 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 لأنه أنا موجوع فنيين قوي في المسرح لأنه أنا متربي مسرح وطلع من المسرح فحاسس قوي الموضوع ده لازم يبقى فيه سبوت أكتر من كده واهتمام أكتر من كده بس أنت بعيد عن المسرح أنا بعيد عن المسرح ده حقيقي فعلا بس أتمنى أنه أنا أرجع له بورق حلو بنص قوي لأنه أنا اشتغلت نصوص في مسرح الجامعة وبره مسرح الجامعة عرفت قد إيه أنت يعني إيه بتقف مسرح يعني إيه توقف على المسرح وتشتغل من قلبك بجد لأن المسرح هم اللي هي سموه أبو الفنون فعلا من أمتع الحاجات اللي ممكن تشتغلها في الماديا نفسها المسرح فأنا نفسي أرجع ليه بجد الفنان اللي عينك أو الفنان اللي عينك توقف أمامه بي لوكيشن تصويره وتكون بمسلسل أو فيلم معه أنا ستشتغل معي والله أنا نفسي الناس هاي اللي تقول نفسي أشتغل مع فراج بصراحة أيوة ده الحلم يعني آه طبعا ده حاجة جمدة جدا يعني أو لو مش هتقف لو أي نجم قال أنا هتولي يعني عايز فراج فده حاجة يعني محمد إن شاء الله حلمك يتحقق وقت نخلص شكرا لو وجودك مش هيدين أخي تنام ساعتنا التاني لكن مشوار اليوم يمتد معكم أكثر واتوا تتابعونا المزيد من الفقرات ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر